الحديث الثالث عشر حديث أسعد الناس من قال لا إله إلا الله خد بالك في قاعدة لما تسمع لا إله إلا الله وتسكت معناه ما تنساش محمد رسول الله يبقى لا إله إلا الله دي إيه عنوان الشهادتين وليس المقصود الاكتفاء بلا إله إلا الله يبقى ده عنوان زي ما أقولك إيه أما تبدأ الصلاة اقرأ الحمد لله رب العالمين يعني الفتحة يبقى الحمد لله رب العالمين دي عنوان الفتحة لا تقتصر على قولك الحمد لله بس كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وكان آخر كلام لا إله إلا الله يعني محمد رسول الله معاه يبقى لا إله إلا الله عنوان الشهادتين فكل حديث تكلم على لا إله إلا الله منفردة عن الشهادة الأخرى معناه أنه يلحق بها محمد رسول الله لأن لا إله إلا الله عنوان الشهادتين لماذا؟ لأنه أجمعت أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم من العلماء على مر العصول من لدن الصحابة أن من قال أشهد أن لا إله إلا الله فقط ولم يشهد لنبينا بالرسالة لا يدخل الإسلام فلابد يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويحط كمان وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله كويس؟ فإجماع الأمة أن لا إله إلا الله غير منجية منفاردة دون الإيمان بالرسل إجماع الأمة يجعلنا نفهم أن قول النبي سسمى أن كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة يعني معاها لا إله إلا الله محمد رسول الله فهمت بقى إزاي؟ فدي نقطة مهمة ناخد بالنبي